ضعف زعيم المعارضة خوان جوايدو الذي اعترفت به أربعون دولة رئيساً انتقالياً للبلاد جهوده للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي وإدخال المساعدة الإنسانية التي يتم إرسالها إلى بلاده في وقت أعلنت واشنطن أن لديها استعداداً لكي تعفي من العقوبات المسؤولين العسكريين البنزوليين الذين يدعمونه ما يدخل الأزمة البنزولية منعطفاً خطيراً يضع البلاد أمام مزيد من الاضطراب والتفكك فمنذ الاثنين الماضي وانتهاء مهلة حددت للرئيس البنزولي نيكولاس مادورو للدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة اعترفت عشرون دولة أوروبية بينها فرنسا وأسبانيا وألمانيا بجوايدو رئيساً انتقالياً لبنزولا وعطلت إيطاليا التي ترفض هذا الاعتراف تبني موقف موحد للاتحاد الأوروبي بهذا الشأن وبهدف دفع روما إلى تغيير موقفها طلب جوايدو من زعيمي الاتلاف الحكم في إيطاليا ماتيو سالفيني والويجي ديمايو استقبال وفد يمثله وفي خطوة لصالح جوايدو أعلن وزير الداخلية الإيطالي وزعيم اليمين المتشدد سالفيني أنه سيستقبل وفد جوايدو الاثنين القادم في وزارته كذلك عقد جوايدو اجتماعاً مع ممثلي الاتحاد الأوروبي في كاركاس وقال إثر الاجتماعي أنه بحث مع الممثلين تعزيز دعمهم لانتقال ديمقراطي للسلطة وفي سياق تعزيز دعم واشنطن لجوايدو أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن لدى الولايات المتحدة استعداداً لتعفي المسؤولين العسكريين الفنزوليين الذين يدعمون جوايدو من العقوبات محذراً في الوقت نفسه من حصول عكس ذلك ويرى مراقبون للأحداث في فنزولا أن سيناريو التغيير السياسي الفوري الذي تطالب به معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة يناقض سيناريوهات الصمت والتراخي التي اتخذتها الجهات ذاتها في مناطق أخرى من العالم شهدت أزمات طاحنة وحروباً أهلية فعلية وهذا ما يعكس حجم المطامع الكبيرة في ثروات فنزولا والتي يرى فيها المراقبون الأغراض الحقيقية الكامنة وراء إصرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على فرض التغيير في البلاد